عضوية DXN بطريقة سهلة مبسطة من أكثر من 200 دولة يمكنك التسجيل حسب دولتك سندخل إن شاء الله على رابط ستجدونه أسفل هذا الفيديو رابط التسجيل تضغطون عليه سيعطيكم مباشرة هذه الصفحة كما ترون أمامكم ننزل إلى الأسفل نقرأ هذه الشروط إن أردتم نضغط هنا لقد قرأت وأفهم يعني يمكنك التسجيل في أكثر من 200 دولة حسب دولتك هنا نأتي ثم نختار الدولة يعني دولتك يمكن أن تختار فانستان جزر الألبان ألباني الجزائر أنغولا أرجونتن ألماريا أستراليا يعني اليمن فرنسا إيطاليا من أي دولة في العالم هنا ستجد دولتك مثلا أنا سأختار هنا مثلا دولة أنا المغرب أنت يمكنك أن تختار دولتك أو دولتك أنا سأختار هنا المغرب ها هو هنا نتركه هذا الرمز كما هو 82 24 8 8 9 نتركه كما هو هذا اسم أنا يعني اسم الراعي أو سبونسور هنا أيضا نتركه كما هو هنا نأتي إلى الخانة الموجودة فيها لإسم الكامل يعني تكتبون اسمك اسمك الكامل هنا مثلا أنا سأعيده هكذا مثلا هنا نختار الجنس ذكر أو أنت إن كنت ذكر تتركها ذكر إن كنت أنت يعني تتركها أنت يعني تعمل أنت هنا نأتي إلى تاريخ الميلاد هنا أكتب نكتب تاريخ الميلاد يعني تاريخ ازديادك لكل دولة وكما يقولونها يعني مثلا آآ سأختار فقط لأريكم آآ مثلا هنا نأتي لكي هنا آآ نسيونال ايت أو رقم البطاقة الوطنية أو رقم آآ السين كما تقولناه في دولتكم يمكن أن تختار آآ يعني رقم بطاقة لهوية أو رقم البطاقة الوطنية نحن هنا نقدر البطاقة الوطنية هناك من يقول رقم الهوية هناك من يقول آآ السين يعني حسب ما تقولنا هنا نكتبها كما هي يعني نكتبها صحيحة مثلا أنا أكتبها هكذا فقط لكي أريكم الطريقة هنا هوية الضريبة الشخصية نتركها يعني فارغة هنا نتركها فارغة هناك بعض الدول في في الشرق الأوسط وفي ماليزيا أو هنا يكتبون هذه الضريبة وفي أمريكا أظن ولكن نحن هنا في الدول العربية لا نكتبها هنا نأتي إلى اختيار الجنسية ناختار الجنسية مثلا أنا مغربي أنت أيضا ستجد جنسيتك هنا وتختارها ني مغربي يعني كلا يختار دولته للمرة الثانية لكي يعطيك هنا رقم الهاتف مباشرة هنا رقم الهاتف المتحرك يعني رقم الهاتفك يجب أن يكون أيضا صحيحا هنا مثلا رمزنا نحن هنا في المغرب زائد مائتين واثنى عشر مثلا في موريتانيا زائد مائتين واثنين وعشرين مثلا في اليمن زائد تسعمائة وسبعة وستين مثلا في الجزائر زائد مائتين وثلاثة عشر يعني يعني يعطيها لك مباشرة النظام يعطيها لك مباشرة هنا نكتب الرقم الآخر مثلا عندنا في رقم أنا ستة عشرون تلاثة 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 تمانية واربعين يعني هذا رقم أنا لمن يريد التواصل معي مباشرة على الواتساب فهذا رقمي الصحيح على الواتساب ليس من يريد يجب أن تتواصل معي لأنكم ستكون من فريق ويجب أن نتواصل معكم لكي أشرح لكم الخطوات الأخرى والأمور الأخرى وطريقة العمل إن شاء الله والخطة المالية والخطة الأرباح وطريقة استعمال المنتجات وما إلى ذلك المهم نحن هنا عندنا صفر ستة عشرين في المغرب ولكن لا نعمل ستة لأن هذا يكون مكان ستة يعني ستة عشرين تلاثة وتلاثين تلاثة وتلاثة وتلاثة وتمانية وأربعين هنا البريد الإلكتروني أيضا يجب أن يكون صحيحا البريد الإلكتروني الموجود في هاتفك يعني البريد الالكتروني ايضا. اكتبوه او لمن يريد ايضا التواصل معي عبر البريد الالكتروني. هنا نتركها يعني اه هو هو البريد الالكتروني انا. هنا ايضا يعني في الخانة الموالية يعني اه حسب لغات التي تريدين. مثلا نحن انا اتركها العربية انت يمكنك ان تختار الفرنسية او الانجليزية يعني او اي اي لغة تريد. هنا ايضا نأتي الى العنوان قالوا ادخل اه ادخال رقم الشارع والبيت. يعني يجب ان يكون رقم عفوا عنوانك يجب ان يكون صحيحا كما هو موجود يعني في اه يعني في في البطاقة الوطنية او في الهوية الوطنية مثلا. او في يعني توصيل الماء والكهرباء. يعني يجب ان يكون يعني اه العنوان صحيحا. مثلا هنا انا اكتب لكم فقط لاني انا مسجل من قبل. هنا يعني ان كان بريدك الالكتروني اه اعفوا اه ان كان عنوانك طويلة تركوا لك هذه الخانة ايضا لكي اه تتم فيها وهذه ايضا اه هنا نأتي الى الدولة او المقاطعة. يعني نختار اه الدولة. هنا نحن في المغرب نقول اه نقول المدينة. ولكن في الدول الاخرى يقولون الامارة او الولاية او يعني كل دولة كما يقولون لها. نحن هنا نقول مثلا اه المدينة. انا في مدينة الدار البيضاء كزولانكا. هنا ايضا تختار المدينة او البلدة. يعني المدينة التي يعني انت تسكن فيها. هنا نختار الرمز البريدي. مثلا ان لم تكن تعرف مثلا رمز بريد دولتك. واذهب مباشرة الى جوجل واكتب كود بوستال. واختار مدينتك. مثلا كود بوستال اه مثلا اه الجيري. مثلا او سيعطيه الاستاشر الف. اه مثلا كود بوستال الرياض. مثلا رابي السعودي. مثلا او حسب المنطقة التي توجد فيها. يعني اختار مثلا في فلسطين مثلا في تونس في في قطر يعني من اي دولة اختار فقط مدينتك سيعطيها لك اه جوجل. هنا اه نكتبها هنا. مثلا اه ونأتي يعني عندما تكون عندما يعني املأ هذه الخانة واتأكد منها اضغط هنا على استمر. عندما نضغط على استمر يعطينا هذه الخانة لكي نتأكد من المعلومات التي وضعناها. رجاء عندما تتأكدون من المعلومات لا تنسوا حفظ رقم هاتف انا على الواتساب لكي اتواصل اه معكم. من فضلكم. رقم هاتف زائد مائتان واثنى عشر ستة عشرون تلاتة وتلاتين تلاتة وتلاتين تمانية واربعين. يجب ان اتواصل معكم لكي اعطيكم معلومات اخرى. عندما نتأكد من المعلومات التي وضعناها هنا. نضغط على الاستمر. ويقول لك رجاء انت يأكد من دقيقة جميع التفاصيل المقدمة. يعني نتأكد منها. نقول لهم اوكي. وها انت مبروك عليك لقد تسجلت وعندك رقم عضوية. انت الان عضو وموزع لدى شركة دي اكس اين. اهي اه هو. اه رمز العضو. اه هو اعطاني رمز عضوي. اه سيعطيك رمز انا يعني رمز الرعي المباشر او سبونسور. يعطيك تاريخ الانضمام. يعطيك يقول لك مبروك تهانين لقد تسجلت بنجاح. يمكنك ايضا تحميل تطبيق دي اكس اين على متجر اه اندروايد ولا متجر اه ابل. كما ايضا يمكنك تفعيل حسابك. كيف سيتم تفعيل حسابك. نضغطه هنا مباشرة. اه ولكن سيأتيك رمز تفعيل مكون من اربعة ارقام سيأتي الى حسابك على الجيميل يجب حفظه. ذلك اه ذلك الرقم هو الذي نفعل به اه حسابنا في دي اكس ولكن لا مشكلة. الان عندك اه عندك رمز العضو. انت مسجل انت موزع. ان شاء الله هناك خطوات اخرى سأرسل لك ان شاء الله عندما تتواصل معي او انا اتواصل معك سأرسل لك ان شاء الله صور المنتجات يعني طريقة استعمالها الخطة المالية ماذا سنربح يعني اه ومعلومات كثيرة كثيرة جدا على اه الشركة. مرحبا بكم ويشرفني انضمامكم معي في فريقي اه انا عبداللطيف